بتوجيه من النمسا وتسع دول أخرى رئيس المخابرات الإيطالي يلتقي الأسد في دمشق طبعا ده كان الخبر الأبرز يمكن من خلال الأسبوع لهو برضو الموضوع متعلق باللاجئين الموضوع متعلق بالانتخابات الموضوع متعلق أن ربا بتحاول بقدر الإمكان غلق الأبواب على اللاجئين السوريين بالإدعاء أن هناك مناطق أمينة في سوريا وإن كانوا عايزين ينشؤوا منطقة أمينة في حمص وبيقولوا بجانب الموديل بتاع رسال اللاجئين لدولة تالتة زي المثال البريطاني اللي بترسل اللاجئين لرواندا رواندا نعم دلوقتي بقى في محادثات مباشرة مع بشار الأسد وإمكانية إرجاع اللاجئين له هناك مع تقديم بعض الضمانات اللي قدمها رئيس المخابرات الإيطالية لبشار الأسد أن هناك رفع العقوبات من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك ضمانات حقيقية من قبل بشار الأسد تعليق حضرتك على الفكرة والموضوع وربط الاتنين ببعض مع بريطانيا فضل تحيات ساذة مدوح تحياتي للسادة المشاهدين والمسابعين اليوم على النمسا ميديا بالقراءة 22 هذا الأسبوع يعني فعلا ساذة مدوح على ما يبدو أن ما كنا نخشى منه أصبح حقيقة أن النمسا فعليا أرسلت الموفد الأول عبر الرئيس المخابرات الإيطالي جاني كارفلي كارفلي إرساله للقاء الإرهابي الأول في العالم والمدعو بشار الأسد يعني بصراحة فعلا الموضوع استاذ مدوح يعجز المرء بصراحة من وين بده يبدأ بالحكي يعني هل نأخذ الموضوع من جهة قانونية هل نأخذه من جهة حقوقية هل نأخذه من جهة أخلاقية هل نأخذه من جهة جرمية من أي جهة بدنا نأخذه بصراحة استاذ مدوح فعلا ما بنعرف نيبنا نحكي يعني صحيح أن في إيطاليا حكومة ذات توجه يميني برئاسة ميلوني ولكن هذا لا يعني أن تقيم هذه الدول علاقات مع الإرهابي الداعشي التكفيري معادي السامية معادي معادي كل شعوب الأرض بشار الأسد لأنه عندهم مشكلة مع اللاجئين بصراحة أوروبا اليوم يا استاذ مدوح بدأت تأكل نفسها بنفسها أوروبا النمسا تحديدا الذي نحن ربما معنيين بها باعتبار أن موجودين في النمسا أعتقد أن النمسا لم تستفد من صراعها في الحرب العالمية الثانية لم تستفد بغض النظر لم تستفد النمسا والعديد من دول الأوروبا أيضا التي عانت من النازية عانت من الإرهاب القومي عانت من الإرهاب الذي قام بتصفية شعوب كاملة كما حصل مع اليهود والعديد من هذه النقاط تريد أن تقيم علاقات مع بشار الأسد المجرم الذي صدر الإرهاب إلى سوريا إلى أوروبا عن طريق إيران عن طريق لبنان عن طريق العراق عن طريق الفلسطيني عن طريق العديد من الذين جندتهم جندهم النظام السوري ومن خلفه إيران إلى أوروبا تريد أن تقيم علاقات معه تريد أن ترسل سوريين مهما كان يكون وضعا إلى سوريا يعني بصراحة هذا عار هذا عار وهذه قمة وهذه عفوا بداية سقوط هذه الدول أخلاقيا على كافة المستويات من خلال بدء علاقات متوازنة مع هذا النظام الإرهابي طبعا يمكن يعبره الموضوع مثلا الموضوع يبقى بحرية يعني اللي عايز يرجع يرجع بس يكون له ضمانات بعدها من ملاحقة اللي عايز يرجع يرجع هذا مش عاوز أنه يا أستاذ ممضوح رئيس المخابرات الإيطالي ولا وزير الداخلية النبساوي يصرعنا كل يوم ببعض التصريحات الفارغة والفاضية والتي ليس لها أي قيمة في هذا السياق وأن يطالب بترحيل اللاجئين السوريين الذين المرفوضين والمدانين المدانين لهم وضعهم القانون الخاص ويوجد قضاء ومحاكم النبساوية كفيلة بمحاسبتهم أما من هو رفض لجوءه أما من هو يضغط عليه من خلال لجوءه والذي هو فعليا هرب من نظام الأسد تريدون يا أيها الدول النمسا ومالطا واليونان وإيطاليا وعدة دول آخرين وقبرص وقبرص بتكون تعيدوا الناس لاحظا الأسد أنت شو اختلفتوا عن النظام اللبناني الإرهابي أنت شو اختلفتوا عن النظام العراقي الإرهابي أنت شو اختلفتوا عن النظام اليمني الإرهابي أنت شو اختلفتوا عن النظام في غزة الإرهابي هذا هو الواقع عزيزي اليوم اليوم النمسا والدول الأوروبية التي تريد التعامل مع الأسد هي فعليا بداية تتعامل مع الإرهاب تعادي السامية الشعوب اللي موجودة في هذه المنطقة ساميين ونحن ساميين يا أستاذ ممدوح تعادي السامية من دون أن تدرك تخترق القانون الذي وضعته العقوبات الأوروبية ضد بشار الأسد العقوبات التي وضعتها أمريكا ضد بشار الأسد النمسا اليوم وهذه الدول تخالف القانون كاملا وأعتقد أنها ستحاسب بيومنا الأيام وبشكل من الأشكال من خلال القوانين والمواثيق الأوروبية هذا يا أستاذ ممدوح هذا تطور بصراحة غير مسبوق من النمسا أو من هذه الدول التي بدأت وأرسلت رئيس المخابرات ولماذا ليس للتنسيق أمني لا أعرف مع بشار الأسد أي تنسيق أمني إلا من خلال الإرهاب وتصويق واستراد الإرهاب إلى أوروبا هذا التنسيق الأمني الوحيد الذي بيمكنه التنسيق مع بشار الأسد أما التعامل معه من أجل إعادة اللاجئين أو عمل مناطق آمنة خاصة باللاجئين لا أعتقد أن هذه الدول فعليا تستطيع التصرف مع هذا الملف بهذه الطريقة الغوغائية والغير مبنية على دراسة وجدوى حقيقية طيب أنت من وجه نظرك لو حصل عملية تنسيق بحيث أن يكون الناس أولا المدنين أو الملاحقين اللي بيعملوا هنا عمليات إجرامية نحن متفقين أنه ملهمش مكان موجود بس خليني أكمل وجد نظري النقطة الثانية أن الموضوع يبقى بحرية يعني نقول اللي عايز يرجع يرجع اللي اترفض اللجوء بتاعه وعايز يرجع معه ضمانات أنه غير ملاحق ويرجع بلده يرجع أي ضمانات داخل سوريا لا يوجد ضمانات داخل سوريا سوريا عبارة عن مزرعة سوريا عبارة عن مزبلة سوريا عبارة عن غابة اليوم لا يوجد أي ضمانات وكل من يحدث عن ضمانات هذا عبارة عن وهم اليوم الضمان الوحيد أن تلعق حذاء الأسد وتذهب إلى حضن الأسد وترجع إرهابي وترجع إرهابي تحت حكمه يمكن يتغير مين اللي يتغير يمكن يتغير ان شاء الله بيتغير بعد أن يحاكم من قتل مليون شخص وهجر الملايين واعتقل مئات الآلاف بعد أن يحاكم نراهن على التغيير إذن أنا أعطيك الموضوع بشكل آخر أنا برأيي يجب أن نبني علاقات استراتيجية مع تنظيم داعش الإرهابي أنا أرى أنه يجب أن نبني علاقات استراتيجية مع النظام الإيراني الإرهابي أنا أرى أنه يجب بناء علاقات استراتيجية مع تنظيم الجولاني الإرهابي المحتل في شمال سوريا اللي بدي يشتغل مع الإرهابي بيشتغل مع الإرهابيين كلهم اللي بدي يتعامل مع الأسد وروح بتعامل مع داعش بداية داعش أشرف من الأسد داعش أشرف من الأسد أقولها جهارا دلوقتي في علاقات مع العراق ودلوقتي برضو في علاقات مع إيران هذه أنظمة متطرفة عزيزي الكريم خلينا بالمسألة السورية تحديدا اللي بده يبني علاقات مع الأسد روح يبني علاقات مع داعش أشرف له أشرف له وأكثر حفظا لماء وجهه ما المزيد في هذا الموضوع أكثر أعتقد أن الأيام المقبلة أعيام المقبلة مليئة بالتطورات في هذا الملف واليمين المتشدد الذي يذهب إليه حزب الشعب بصراحة سيذهب بالنمسا إلى كارثة سنشهدها في الأيام المقبلة وفي المراحل المقبلة خاصة مع الانتخابات المقبلة